النادر الاهلي كل الناس بصراحة مش عايزين ننسى واحد فيهم كلهم ابطال محمد عبد المنع محمد سعيد كل الرجالة اللي موجودين فريق الطايرة بينهم الف مليون مبروك ميت مطش عالتوالي مفيش فرقة في مصر عملتها وان شاء الله ما حدش يعملها لان فريق الطايرة عندنا فريق الرجالة وبازن الله الهندبور والبسكت كمان بازن الله كل الفرقة اللي عندنا جبعان لديت تتبع هزا الاسلوب نبتدي نعد معاها عشان الارقام دي ارقام مهمة جدا في تاريخ النادر الاهلي بإذن الله نسيب فريق الطايرة ونجوم الدهب والميت مباراة واللي انا قلت عليه في الاول خالص في اخبار بتزعلنا بتدايقنا لكن لازم نطلع بيها ونقولها الاهلي النهاردة بيخسر مباراة باسكت في دوري المرتبط من نادي الجزيرة خسر اربعة وتسعين واحد وتمين لسه الماتشي خلصانا انا معا ان دي كبوة وتعدي لان الماتشات هي كده مفيش فرقة في الدنيا بتكسب على طول فريق الباسكت احنا عارفين ورجالة عندنا مدير فني محترم عندنا لعيبة محترمة تقدر تعوض الخسارة بتاعت الناردة اكيد فيه فنيات حاجات الفنيات مش هنتكلم فيها كثيرا ده بيبقى بسلق عليها كابتل اشرف توفيق واكيد هو الماتشي اللي فات اللي كسبه مع نادي زمالك قال انا لسه موصلتش التوب فورم بتاعتي وكمان لازم نعذر ان هما لسه خارجين من فترة كبيرة جدا لكن اكيد جماهير مش هتعذر حد ولازم نقول لفريق الباسكت احنا عارفين واسقين فيكم ان شاء الله بكرة مباراة مهمة مباراة قوية لازم ان شاء الله بكرة نخلص الموضوع عشان نحافظ على لقبنا وهو دوري المرتبط تاني بقول حياة الرياضي فيها طالع نهزل فيها اخصاره ومكسب لكن اكيد احنا فنال الاهلي بنهمنا رقم واحد في المقام الاول لغاية مية هو المكسب واكيد لعبتنا قد المسئولية كلنا واسقين فيه كلنا واسقين في المدير الفني كابتل اشرف توفيق وبنقول مباراة عدت لازم تتقفل ونفتح الفايل بتاع بكرة ونشوف مباراة بكرة عندنا مباراة مهمة الاهلي والجزيرة في دوري المرتبط لان المباراة دي توصلنا للدور النهاية نقابل الكاسبان ان شاء الله من الزمالك وتحالي سكندرية مش هنسبق الاحداث لكن بنروفش ادحي لكم ربنا معاكم كل الجماهير سابورت النهاردة ليه وعلى سوشال ميديا لازم كل الناس تكون سابورت الفريق الباسكت وتقول له مباراة وعدت نخش في المباراة بتاع البكرة نتبالهم ان شاء الله التوفيق بازن الله لان مباراة بكرة لا تقبل اسم على اتنين لازم نفوس في المبارتين عشان نعدي للمرحلة اللي جاية بازن الله كلنا واسقين فيهم ان شاء الله بازن الله في فريق الباسكت اخر اخبارنا النهاردة طموح كل رياضي في الحياة الوصول والدخول الى الولمبياد ان هو يوصل الى الولمبياد ده طموح رياضي لكن كمان ان هو يحقق المدليا ده الطموح الاكبر مصر النهاردة لغاية وقتنا هزا تمانين تمانية وخمسين عفوا تمانية وخمسين بطل وصلوا الى الولمبياد رسميا خلاص وصلوا لسا لسا المدليات طلعتوا المدليات على طول ماشي نخلينا في المدليات اللجنة المنظمة لدورة العابة اللونبية في توكيو عشرين عشرين طلعت مدليات شكل المدليات اللي هيفوز بها اصحاب الملاكز الاولى زي ما احنا شايفين قدامنا المدليات دي اتصنعت عن طريق معادن تم اعادة تدويرها يعني الاجهزة الكهربائية الموبايلات كل حاجة عملوها بيه ديزاين مرة تانية او عملوها مرة تانية اه على التدوير وبدأت تخش فيه النحية التصناعية للمدليات زي ما احنا شايفين قدامنا المدليات حاجة رائعة توكيو عشرين عشرين حلم كل رياضي في العالم حضر الحفل الاعلان عن مدليات رئيس اللجنة الولمبية كان متواجد في توكيو توماس باخ ورئيس الوزراء اه شينزو ابي رئيس وزراء اليابان حضر من كترة حلاوة الموضوع الولمبيات ومن كترة حلاوة المدليات رئيس وزراء البلد بيحضر وكمان رئيس اللجنة الولمبية بيسافر مخصوص لتوكيو علشان يعلنوا قدام الناس عن شكل المدليات شكل المدليات دي بتدي تحافز مهم جدا جدا للعبين في العالم مش بتكلم على مصر بس بتدي لكل العالم حافز مهم جدا وزي ما قلتلكم تمانية وخمسين رياضي وصلوا وصلوا تمانية وخمسين رياضي من مصر زي ما احنا قدامنا قدامنا تفنيطة كده عدد تمنتاشر لعب كرة خدم واتناشر لعب في الرماية ما شاء الله الرماية مستحوزة اتناشر لعب في الرماية ست لعبين تنس طولة وتمن لعبات سباحة توقعية وتلات لعبين في الفروسية واتنين في الخماس الحديث اتنين قوس وسهم اتنين كانوي وكياك واتنين لعيبة تنس أرضي ولعب واحد في السباحة الجنباز واحد والمصارعة واحد لكن لسه الباب ما قفلش تمانية وخمسين رياضي ده تم التأكيد خلاص دول وصلوا حجزوا المشاركة في الأولمبياد لكن لسه ناصلنا لعيبة كتيرة جدا عندنا في الألعاب الجمعية كرة اليد رجال في يناير كرة طائرة يا رجال وسيدات كرة السيلة رجال وسيدات لسه لم تحسب كلهم في يناير ان شاء الله نتمنى بالتوفيق وكمان لسه الكاراتي والجود والتايكوندو مصارعة سباحة لسه معند رجل الكاتر العالي خلاص فالله بس لتأهل فلسه عندنا اعتقد ان البعثة دي تكون بيعثة كبيرة نتمنى من كل الرياضيين عندنا في مصر في المرحلة اللي جاية الصرار عشان نكون اكبر بعثة للمبير لان مصر تستاهل الكتير من اذن الله بكده خلصنا اخبار ده لكن حلقتنا ما خلصتش هنخرج لفاصل عشان نستقبل ضيوفنا الكبار الفيزين ببطولة منطقة القارة تحت خمستاشر سنة كابتن عادل لطفي وكباتن الفريق